يشكل المستشفى الاسترالي في الديوانية واحداً من بين مئات مشاريع البنى التحتية التي توقف العمل فيها منذ سنوات طويلة رغم الحاجة الماسة إليها بسبب قلة التخصيصات المالية مستشفى عملاق استبشرنا بي خير لكن نتوقف العمل بي نتيجة سوء العمل الفساد الإداري والمالي رمي الكرة في ملعب الآخر من المتلكة من اللي كان السبب تشكو محافظة الديوانية من كثرة المشاريع المتلكة وافتقارها للبنى التحتية طيلة الأعوام الماضية وحتى موازنة عام 2021 تقول الحكومة أن موازنة العام الحالي مخيبة للآمال في ظل وجود نقص يصل إلى 127 مليار دينار في الموازنة التشغيلية وجدنا هناك نقص في الموازنة التشغيلية أكثر من 127 مليار من ما مطلوب وهو مخمن لـ 21 أما ما يخص الخطة التنمية والاستثمارية لحد الآن لم يقرر لكن أضفنا أنه هناك 4% من المقرر الكلي للمحافظة الديوانية طبعا هذه النسبة لا تعالج ما هو حال الديوانية الآن محافظات الفرات الأوسط الديوانية وباب يضاف لها المثنى وواسط تفتقر أغلب مناطقها إلى مشاريع البنى التحتية من المدارس والطرق والجسور والمراكز الصحية في ظل موازنات لا تلبي طموح السكان بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي في التوزيع العادي للثروات تعاقب الحكومات المحلية في تلك المحافظات التي أشرت إليها وما رافقها من فساد إداري ومالي بنسب كبير وسوء في التخطيط وعدم إشراك الكفاءات والأسيما من خارج الإطار الحكومي أدى إلى إيجاد بنى التحتية متهالكة ويذهب مراقبون إلى تحميل الحكومات المحلية المتعاقبة على محافظات الفرات الأوسط مسؤولية ما وصلت إليه من خراب بسبب سوء الإدارة وغياب التخطيط وتفشي الفساد وتعاني معظم مدن الفرات الأوسط وباقي مدن العراق من غياب التخطيط وتفشي الفساد وضعف البنى التحتية والخدمات العامة وهو من عكس سلبا على المواطنين الذين يشتكون من غياب أبسط حقوق العيش الكريم ميثم الشباني الحرة الديوانية